مشاهد دينا ساعة الوقت التسعة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا اتفضل يدي شكرا لك مننا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبد الفتاح سيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنصيقية بالعاصمة الكينية نيروبيل وخلال كلمة الرئيس السيسي في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإلمائي النباد في تعزيز التكامل الإقليبي والقاري أكد الرئيس السيسي ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإفريقية ويتؤثر على قدرتها على الاستمرار في المصري التنموي الإفريقي كما أكد الرئيس السيسي أن مصر وضعت أمام عينها أهدافا محددة خلال رئاستها للنيباد مشيرا إلى أن التشاور المستمر مع الدول الإفريقية لتسريع أجندة التنمية الإفريقية 2063 وأضاف الرئيس السيسي أن مصر على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم لدول الإفريقية في مصاريها التنموي عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاءا مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة الإثثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة مستجدة المنح الرخصة الذهبية لمشروعات التي تقدمت للحصول عليها والملفات الجاري دراستها حاليا مشيرا إلى إقبال عدد من المتثمرين على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية وقعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصي قرطاج مذاكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية وشاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية ورحبت الرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين بالاتفاق الذي يهدف إلى الاثثمار في الازدهار المشترك ويشمل خمس مجالات من بينها قضايا الهجرة ورفق رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا والإيطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأوروبية في هذه الزيارة الثانية لهم إلى تونس من جانبها قالت ميلوني أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها نموذجا لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا أعلنت الأمم المتحدة أن الاتفاق الذي توسطت فيه ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى اليوم وأوضحت مصادر بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية في انتظار الموقف الروسي من تجديد الاتفاق وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي ينتهي سريانه اليوم قائلة إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في أوكرانيا وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بولياناسكي إن الغرب سيحاول تقديم عرض صاخب مناهض لروسيا خلال الجلسة ومن المقرر أيضا أن يعقد اجتماع لجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الأوكرانية غدا أثلاثاء أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات الغربية والجنوبية حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية وحضرت هيئة الأرصد الجوية الوطنية من موجة حرس واسعة النطاق وشديدة الوطنة في قسم كبير من غرب البلاد وجنوبها مع توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل ما يزيد المخاطر الصحية على ملايين سكان وقالت هيئة الأرصد الجوية الأمريكية إن الحرارة هي سبب الوفاة الرئيسية المرتبط بالتقص في الولايات المتحدة وحضت الأمريكيين على أخذ هذه المخاطر على محمل الجد ورياضيا فاز الأهلي على مضيفه المقاولة العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 81 نقطة في صدارة جدول الترتيب بينما توقف رصيد المقاولة العرب عند أربع نقطة أو 44 نقطة في المركز السابع كما أنهى نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز بالتعادل مع ضيفه فاركو بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأربعة وثلاثين والأخيرة من عمر المصابقة وتقدم الزمالك بهدفين في الشوط الأول ثم نجح فاركو في العودة للقاء بقوة خلال الشوط الثاني وتمكن من إحراز هدفين التعادل ومنح كل فريق نقطة واحدة ليرتفع رصيد الزمالك إلى 60 نقطة وينهي الموسم في المركز الثالث بجدولة الدوري كما ارتفع رصيد فاركو إلى 42 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع ختم ومجز التاسعة فواصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر